طيب بالنسبة لي مشاكل العمود بقى الفقري ودي حقيقة شائعة في مجتمعنا للأسف الشديد نظرا لقعدة غلط النوم نفسه غلط حتى عدتنا على المكاتب والتليفون وما إلى ذلك عايزة أعرف من حضرتك أولا القعدة السليمة المفروض تكون قدية قعدة أصلا على المكتبة والقعدة أن الشخص يفضل قعد في نفس المكان مفروض مدة قد إيه لا تجاوز قدية مفروض يقوم يتحرك قد إيه لو تقولنا بس يمكن جايد لاين كده أو ملامح التعامل السليم مع رمود الفقر طيب هو يعني القعدة المدة المدة مفروض ما يلفش علينا الساعة قاعدين في مكان قاعدين في مكتبنا قاعدين في أي أن كان الشغل اللي بنشتغله قاعد زي ما أنت عايز اشتغل عدد ساعات اللي أنت عايزها لكن أرجوك يعني بلاش تبعات إيميل للمكتب اللي جنبك قوم روح قوله اللي أنت عايزه وابعت له الإيميل برضه عشان لو هي حاجة يعني وفيشي الداكمنت مثلا روح اعمل لنفسك الحاجة اللي هتشربها وارجع اتحرك ما تخليش تلف عليك الساعة القعدة المزبوطة هي التسعينات يعني ضهرك مع الفخد مع الصاق مع الأدم كل حاجات دي تسعين درجة على بعض دي هتكون حاجة كويسة ومفيدة جدا دي الحاجات الشائعة اللي الغالبية عرفنا بس في حاجات تانية صغيرة قوي بتعدي علينا يعني أنك تكون بتشرب مية بكمية كبيرة ده بساعد جدا على أن كمية السوائل اللي حاولين مفصلاته وحاولين عمودة الفخرة تبقى كويسة وتحافظ على غدريفك نظرة وسليمة وبصحتها التدخين كمية دخان جوه جسمك وكمية كاربون دعكسايد جوه جسمك وأكسوجين حرمت دمك منه فبالتالي الدمور يحصل أسرع في الغدريف والخشونة في الفقرات في سن صغير تحصل أكتر الأكل الصحي أن يبقى كمية فيه كمية ألياف وخضار وفاكهة يعني هذه حاجات هتأثر في العمود الفقري وممكن نهملها الشعير طيب إحنا عندنا الطب كل مرحلة من مراحل التاريخ بيتطور بالتأكيد بعد ظهور الموبايل والقاعدة اللي هي عاملة دي كده بطلع الدرسات بتحذر من حاجات بتقول أرقام بتشرح اللي حصل في تاريخ العمود الفقري بتاع البني أدمين هل ده حصل معنا مع ظهور الموبايل ومع وجود يعني أنا لما بروح الجام فيه تمرين معين بالكابتن لازم يعمله علشان الأعدى الغلط دي دايما يقولك عشان تفرد ظهرك عشان هو عارف أن كلنا رغم غزبنا عننا هنعمل كده مزبوط كلام سليم آه كلام سليم فعلا يعني الثانية بتاعت الرقبة اللي حضرتك عشرت لها دي الحقيقة هي مؤزية جدا جدا فقرة الرقبة ومدة طويلة لا مؤزية جدا جدا يعني بنشوف شبان وناس صغيرة أوي عندها إعوجاج في العمود الفقري ممكن تلاقي شاب أو شابة جسمهم كويس ووزنهم مش مليان ولا أي حاجة وعنده إعوجاج في العمود الفقري غير مبرر بسبب أنه قد وقت طويل أوي بيبص في الموبايل بيتابع والموضوع يعني هو متش بقاش قادر تسيبه أنت بتتفرج على فيديو قصير على تيك ساك وبعدين الفيديو اللي وراء عايز تقلبه وعلي اللي وراء عايز تقلبه وبعدين تلاقي مثلا عدد من الساعات عدة سريع جدا 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 يعني تابع اللي انت عايزه أوكي ماشي بس بلاش الوقت الطويل اتحرك من مكانك ويعمل حاجة تانية مختلفة طيب بالنسبة للسيدات